شكرا مننا التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال رئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارة الرئيس التاجكي إمام علي رحمن تأتي في إطار العمل على تعزيز علاقات التعاون المشتركة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره التاجكي أكد رئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وتاجكستان شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية كما أشار رئيس السيسي إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوضح رئيس السيسي أنه تم الاتفاق على خشد جهود المجتمع الدولي لإنجاح قمة المناخ المقبلة كاب 27 في شرم الشيخ من جانبه أكد رئيس تاجكستان إمام علي رحمن أن التعاون الثنائي المثمر سيخدم مصالح كلا البلدين مؤشرا إلى أنه تم التواصل لتوافقات مهمة وأنه تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات عدة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى نعقاد الاجتماع الأول لجنة إدارة تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي ستكون اجتماعاتها بصفة دورية وأوضح مدبولي أن هذه اللجنة تهدف إلى مراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية لأفتا إلى أنه تم التوافق مع مسؤول الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع كما أشار مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين الذي أكد خلاله إلى أن الحكومة تركز في هذه الفترة على تنفيذ توجهات الرئيس السيسي بالعمل على التصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي السلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية التي تؤكد موسكو أن أوكرانيا تصنعها بدعم من الولايات المتحدة وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية وهو الأمر الذي نافته العاصمتان ومن جانبها ألمحت الولايات المتحدة إلى أن موسكو ربما تكون تماهد لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي القوات الروسية بمنع إجلاء مدنيين من مدينتي ماريوبل وفولنوفاكا وبقصف طريق كان يفترض أن يكون ممرا إنسانيا آمنا في ماريوبل ومن جهة أخرى أشار زيلنسكي خلال مقطع مصور إلى أن نحو مائة ألف شخص غادروا مدن أوكرانية عبر ممرات إنسانية بينهم أربعين ألف تم إجلاؤهم الخميس أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 641 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 424 ألفا وثمان وتسعين حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 861 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لافت إلى وفاة 12 حالة جديدة سجل بارو الصين الرئيسي أكثر من ألف إصابة جديدة بفارس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أول تفشي محلي للمرض في مطلع 2020 ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11940 حالة هذا ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بالفارس لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 4636 حالة أما رياضيا فيصط ضيف الزمالك اليوم الوداد الرياضي المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة ببطولة دور أبطال إفريقيا هذا ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بينما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد ست نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن تاترو أتلاتكو الأنجولي المتصدر فيما يحتل فريق ساجراد الأنجولي المركز الرابع والأخير بالمجموعة بنقطة وحيدة نهاية منجز التساعد الوقت هنرجع ليسر ومنه عشان يكملوا بقية فقرات الصباح الخير يا مصر لايكي يستطع نهاية معكة